سيدة إبراهيم قبل ما نخش في التفاصيل لأنها مهمة جدا يعني كل كلمة في هذا الحكم كان يقابلها طلب من نادي الأهلي يعني وحكم في طلبات النادي الأهلي ولم يترك طلب إلا ما حكم فيه لصالح النادي الأهلي فقبل ما نخش في التفاصيل دي يعني إيه أنا أما أعمل أي إجراء وأنا رجل أحترم القانون وأحترم النظام مش معناها أن أنا لما أقول مش هلعب إلا كذا أنا مش هلعب إلا في إطار النظام لكن مش معنى كده أن أنا حساب لك الله الجمل بمحمد فأنا بقول إيه زي ما كنت بالضبط كده أنت داخل نازل ملعب وشاف كل شروط إقامة المباراة غير قانونية أنت شافوا كلها كده بس أوضاع كتير بتحتم عليك أنك لازم تلعب وإلا الدنيا ممكن تولع وتقب بقى كارسة فهي بتروح تتحفظ على سكورشيت بتسجل تحفظك أرجو أرجو تسجيل واحد اثنين ثلاثة اربعة وهي أمور تحول دون قانونية هذه المباراة والعبها يوم ربنا كريمك بالحسنياية تروح كسبانها وتكسبها قانونية وتكسب العضية وتكسب المباراة واخد بالك وفي كل شيء في الحياة وخصوصا في مصر هنا في كرة القدم تحديدا أنا كنت بقول إن في ملعب وفيه خارج الملعب إحنا معنيين بالملعب خارج الملعب بنخش في لغة مع الآخرين دي لعبتهم أنت عم بطل العالم في بر الملعب أنت بطل العالم أنت نادي القرن بر الملعب أنت نادي المبادئ بر الملعب أنت المظلوب بر الملعب أنت نادي الدولة وقت ما تحب ومش نادي الدولة وقت ما تحب أنت حر ده شأنك لكن أنا في الملعب بثبت إن أنا نادي الدولة